مرحبا بكم متابعينا تلقيت خبرا يقول بأنه تم فرض جواز ترقيح في بعض المدارس مثل الثانوية بإنزكان قامت بمنع التلاميذ الغير ملاقحين من الاستفادة من الحصة الحضورية وكذلك بعد الثانويات حسب ما صرح بعد الآباء فحسب ما ورد حول فرض جواز ترقيح لم يشبل المدارس وإذا كان الأب أو ولي الأمر رفض ترقيح ابنه أو ابنته فهذا لا يخول لمدر المؤسسة الحق من منع التلميذ من الاستفادة من حصته الحضورية فالدولة لما أعلنت أن التعليم الحضوري شملت جميع الفئات الملقحة والغير الملقحة هي دعت إلى ترقيح ولكن للحد الآن لا يوجد قرار فرض جواز ترقيح على التلاميذ وخصوصا أنهم يعتبرون قاصر ويتمتعون بحق التعليم والذي هو من أبسط حقوقهم فلماذا يأتي مدير مؤسسة يمنعهم من حق المنحتهم لهم الدولة استنادا على أي دستور أو قانون يخول له ذلك نطالب المسؤولين توضيحا في هذا الأمر لأن هذا يشكل عائق في سيرول التعليم وكذلك تساؤلات كثيرة عند الآباء الرافدين ترقيح أبنائهم هل هناك قانون يخول لمدير مؤسسة تربوية ومطالبة التلاميذ وجواز ترقيحة فالمرجو من المسؤولين توضيح هذا الأمر والتلميذ أو الطفل لديه الحق في التعليم لا يمكن لمدير مؤسسة تربوية أن يحرمه من هذا الحق دون الاستناد بدستور أو بقانون شكرا شكرا